كنونا نروح على خبر تاني القومي للإغاثة المجلس القومي للإغاثة بيثمن جهود الأزهر الشريف آسف الغاثة إيه للإعاقة الإعاقة ده بدش بشوف يا أولاد عشوا رائرة الخبر غلط إغاثة إيه تحاجة اسمها المجلس القومي ألبس النظارة أوه بيقول للبس النظارة طيب دي نظار مين اللي بيكلم فوق عظيماش يا حبيبي دي نظارة بتاعت إراية مش بتاعت مسافات بعيدة عشان بس أصدقائي بيقول للبس النظارة طيب القومي للإعاقة يثمن أوه لا أراكم الخبر بس بالضبط بقى عشان إيه الواحد اللي عتب بقى عن نظر وكل زويل النهار ده بيقول لوسف انت بقيت 47 سنة أنا لسه فضلي 18 يوم وتم 47 المجلس القومي للإعاقة بيثمن جهود الأزهر الشريف لإتاحة المصحف الكريم بطريقة برايل بصوا أنا سعيد جدا بجدم الشزار بإنه أصبح فيه عندنا القرآن الكريم نسخة أزهرية بطريقة برايل صحيح هي نسخة تجربية بس خلونا نثمن على أو نثمن التجربة ونشكر الأزهر الشريف على ذلك إلا إنه أنا في حتة كده بتاعت إلا إنه مش قادر أنا مكنتش متصور إن إحنا لحد النهاردة في الأزهر الشريف ما عملناش نسخة بطريقة برايل يعني أنا بس نستغرب فأظن من حق يأبدي استغرابي وأتعجبي مش كده ولا إيه طيب هو النسخة التجربية تم إتاحتها في المعرض الدولي الكتاب زي ما حدكم عارفين دي الدورة رقم تلاتة وخمسين وطبعا فيه جناح الأزهر الشريف خلونا نخب معنا دكتور إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص دوي الإعاقة أهلا بك يا دكتور أنا أستاذ يوشف أهلا وسأعلم بحضرتك إزاي الصحر أنا في برنامج جدا والله إحنا سعدة أكثر أنا بيساعدني كمان إن إحنا عندنا بنشارك بجناح خاص في معرض احتفال في دورة 53 كشركاء للوطن بجميع المجالات وبالذات السقطة والتصطيف طيب ده إحنا يعني الدور ده مهم جدا لإتاحة وتنكين الأشخاص دوي الإعاقة حلو جدا ده كلام بقى يخليني أفتح أكتر من سؤال غير مسألة وجود نسخة تجربية من المصحف الشريف للقرآن الكريم بطريقة برايل دي حاجة جيدة جدا إنها تحصل يبقى فيه عندنا هذه النسخة ونتمنى لها المزيد من الانتشار بس الجناح بتاعكم بقى دكتور إيمان وهو ده بقى اللي بالنسبة لي أصبح مهم جدا ماذا يعرض الجناح في معرض الكتاب الجناح يا أستاذ يوسف يعني الحقيقة بيعرض كل البرامج التواعية والمواد التعليمية والتثقيفية لحقوق الأخذة والإعاقة بطريقة مبسطة جدا في بعض الكتابات سؤال وإجابة عن الحق حقوق الأخذة والإعاقة في جميع المجالات والأجزاء اللي هي بتاعت التنمية المستدامة في طريقة مبسطة لغة الحق في التعليم جودة التعليم صحة وغيرها من الأهداف للتنمية المستدامة عشرين ثلاثين في استراتيزية وإحنا كمان بنعرض يعني في صفقة في أول في الشرق الأوسط هو درنامج بيزي لوقار الصوتي للأشخاص العقاص البصرية لأي كتاب ينزل ويد على الكمبيوتر بيقدر الدرنامج يقرأ الكتاب ده بطريقة بالصوت طيب هل في عندنا برضو في المعرض مكتبة للكتب الصوتية يعني أقدر أروح أشتري مجموعة من الملفات الصوتية والله مثلا دي مجموعة مثلا نجيب محفوظ دي مجموعة عباس العقاد وهكذا وطبعا فيه محاولات مردية ولكن بالتكم والكيف اللي احنا بنأمله وده دور المجلس انه هو ينفق اطمال جهة المختلطة علشان نقدر نفكس الأشخاص ده بالإعاقة من الإطلاع ومن التصطيف ومن التعليم بمسي طبعا وفقا لكم وما يجمو علينا من يعاني عظيم كده هذا أشكر المؤسسة العريقة مؤسسة الأزهر الشريف وهو صرف الدين الكبير اللي هو فيه محف بطريق البراج باحتفال الأمم المتحدة باليوم العالمي لبراج وبراج هو طبعا لويس براي اللي هو وأطلق الأسلوب أو الطريقة للإطلاع عن طريق التحدي ده طبعا كان يعني اكتشف كبير عمل تمكين ودم الأشخاص للأعقاط البصرية في عام سنة وخمسة سلمية من النماء المصري وفقا للسابد أو الفيديو في عام 2015 فأنا بحيي بكثل يعني مجل قومي للأشخاص والأعقاط وليس بي أمثلوا بيرفتل يعني ثالث سالة تحية ل هذا الصف القديق الأظهر الشريف اللي هو المهم أحب أعلم عنها أن نتع متفضر ده نحن نحن نشك بإمكاننا أفراد المجتمع سواء من الأخذة والأعقل البصرية أو غيرهم وده دمج وإتاحة لقراءة وحد القرآن الكريم دي طبعا يعني بدوره يحسب الأفكار بالطبع دكتور إيمان الخط أحمال بيقطع على كل أنا أتمنى أننا لازم نستطيع فعل حضرتك عايز أتكلم أكتر على المجلس القومي الأشخاص دوي الإعاقة بالمزيد من التفاصيل علشان كمان نقدر نوجه المزيد من الدعم لأولادنا وإخواتنا وأهلينا مشكورة جدا دكتور إيمان كريم المصحف بطريقة برايل طريقة برايل مش لغة برايل طريقة برايل وصلت صح تمام شكرا